يعجز عنه تطير دقيقتين لا أعطيك نص دقيقة عشان أخذ بشاركة نص دقيقة إن كان على شخص الملك سلمان يعني وش تكلم مثل ما قال اللي يقول أجمع له إسمان الهرج خوف من التقصير ونجي طبعا يشرح لكلامي تهيزلته ساعد من جدنا نعم تكلم الأمر الثاني فيه شطر أنا ما أحفظ القصيد دائما لكن يقول يوصف سلمان يقول إلا مثل سلمان ولا حلايا اللي تشوف بوجهه الشر والخير هذا اللي نبغى هذا اللي نبغى حدث سدري وش نبغى يا إخواني حنا في برنامجنا هذا قناة واقع ما نبغى حنا تنميق أو ترتيب كلام نبغى اللي في قلبك تقوله على سجيتك مثل ما قال بمشابة مثل أقال لأن الكلام اللي يجي على سجية بدون تصنع ولا تكلك أبلغ وأسرع الوصول إلى القلوب هذا قصد ياري حنا شما نتكلم نحسوا نقيم أنتوا ما قصدكم فاجأتوا عجزا في الكلام لستكم فاجأتوا حضرهم الكلام محسن حنا نعتبرهم مقصرين شوف الآن أبو صالح قاله وش نتكلم يعني قال دغرتنا أو فاجأتنا بكلمتين كده طال عنا القلب بوده يجيب شيء طال عمرك ها وهذا يعبر عنا كلنا أبو صالح فكلنا أود أن نجيب شيء أبدع وأجال ما يحتاج طيب خلنا نأخذ باقي مشاعر أخويانا الله يسعر عشان ننتقل المحور الثاني أبو سعود اشتقول للملك سلمان والله يا أبو عبد الله وليه هنا الربع أننا مستمتعين بالاستماع لهذه المشاعر الصادقة يا سلام ودي والله أن المقرفون أنه ما جاني ودي أستمتع وأتلذذ بهذه المشاعر الجميلة وهذه القصص الجميلة لأننا حنوش نقول لكن نقول في مختصر القول أن الولاء والطاعة لا تأتي إلا من النقاء والعقيدة الصحيحة والديانة المستقيمة إذا حصل خلل في هذه العقيدة أو في هذه الديانة حصل الخلل في الولاء والطاعة أنا أقول أسعد الله صباحك يا أبو فهد وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه لمتعك بالصحة والعافية وأنا الحقيقة ودي أني أقف أمامك وأقول هذا الكلام صادقا من قلبي وأطبع قبلة على جبينك على الهواء مباشرة خلال هذه القناة المباركة وأقول يا أبو فهد يا ولي أمرنا يا إمامنا يا خادم الحرمين الشريفين ولا أنا لكم رضعناه من ألبان أمهاتنا منذ نعومة أظهارنا ونحن لكم عندنا الولاء والطاعة ونجددها في هذا اليوم المبارك وندعو لك بالصحة والعافية وطول العمر وأسأل الله أن يمدك بنصره ويؤيدك بتوفيقه وينصرك على أعدائك أنت وولي عهدك ونحن معكم صفا واحدا ويدا واحدة في المكره والمنشط وفي السراء والضراء والله أنها عقيدتنا وعقيدة أبنائنا وعقيدة نسائنا وقبلها عقيدة آبائنا وأجدادنا يوم أنهم على مطاياهم غازين والدك عبدالعزيز رحمة الله عليه ويقولون هبت هبوا بالجنة وين أنت يا باغيها وأسعد الله صباحك وصباح ولي العهد وصباح أخويانا وصباح المشاهدين والله العظيم لو نتكلم من هنا لأن تطلع الشمس ذلك يوم إنما نبلغ الشيء في صدورنا لكم يا لسعود ولا أنت يا ولي أمرنا وصلى الله وبرك على نبينا وعلا جملت جملت بيض الله وجهك جملت 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 الله يطول عمرك السامع أبو علي ماذا تقول للملك سلماء نقول حب الملك أمر وفريض علينا ما هو باختيارنا أصلا كل واحد مومن يخاف الله ويقول بقول الله سبحانه وتعالى وسنة محمد صلى الله عليه وسلم يحب القائد لأنه قال أطيع الله ورسوله وولي الأمر منكم هذا أمر فما بالك من قائد مننا وفينا ومثل ما تفضل اللواء يعني يقول لي يصلي بنا الفجر يصلي بنا الظهر واسمعه وانتشار مقاطع للملك سلمان والله يحفظه في صورة المززمل كيف الخافي كان كل واحد يأخذها ويفرح والله المومن إنه يفرح لمن يسمع بمذرهادي والله المومن يرتاح ويدعو فأنا عن نفسي أقول أطال الله عمرك وأشد عزمك ورزقك البطانة الصالحة اللهم أنه يرزقك البطانة الصالحة ومتعك بالصحة والعافية والستر والسلامة سلمان سلمان الوفاة طيب الفال الحاكم الملهم وسعد المنادي من قال بالتوحيد قوله إلى قال يبشر بنصر الله عبد العاد السلام السلام أحسنت أبو علي وجملت بيض الله وجهك وجيه من يسمع والحقيقة أنا أدري أن أن نودكم أنكم حضرته من الكلام أجزله وأطيبه وانتقيته من الحديث أسمنه لكي تقدمونه ولكن مشاعركم واضحة وكلماتكم يعني وصلت بإذن الله تعالى وحنا الحمد لله هذا ترى ديدنا يعني مهم غير قدام الكاميرات والمخرج يصور هذه حتى في مجالسنا الخاصة في بعضنا سامر مع ربعه تحت اشجراه ولا في جنب ضرب ما عندنا لك أمرت ولا عندنا حد يصورنا والله نم يدعون والله أني أذكر وانا قلتها قبل كذا أني أذكر مرة وانا ورع دخلت على جداتي ومحهم ظني أمي ومدرمي اللي محهم هم ليهم يتبا تسوى أذكرهم ذا الحلم وله البكاء وله البيت كلها البيت كلها حنا في غرافاتي شعبية في وضع على حياة فيصل على حياة الملك خالد لا ما لحد فيصل خالد يا أبكأهم ثم مني أذكرنا حياة جداتي لا منه طلع زمان الملك فهد يمتعب آخر أيام على العربية والله يام يشوفونها على العربية يام يتبا تسوى يا وحي عنك يا فهد ثم الملك عبدالله يام شافوها بالليلوكسجين ثم الآن يعني يا أخواني هذه مشاعر ما صورتها الكاميرات ولا قطها المخرج ولا صورها السناب والتوكتوك ولكن هذه مشاعر تلقائية عند هذا الشعب واحد يقول ميدي في أحد الوسائل التواصل يقول ما تلاحظونكم بتكثرون يعني الكلام ولا تلأمر ولا تلأمر يعني هو أكيد أنه من أما أنه حاسد لنا أو أنه من ترى يا أخواني فيه شعوب تكرهنا حتى لو كان نعطيهم الذهب لقمهم إياه والله العظيم والله لأن كله ذو نعمة محسود حنا فيما بيننا كمجتمع دائما تلقى اللي عنده خير تلقى من يحسنه تلقى من يأكل تبدأ تلقى من يتمنى له الشر تلقى من يتمنى له فما باركم هذه الدولة ومثل ما قال أبو صالح أبو صالح لفت إلى لفته جدا ممتازة يا أبو صالح انتقاها يوم قال الواجب أن الدعاء الولي أمر المملكة ما هو بس من السعودي من كل المسلمين صدق أبو صالح لأن هذه الدولة هي حصن العقيدة حصن التوحيد يا أخواني إذا بقيت هذه الدولة كما هي الآن أطمأن الناس على مناسكهم على الحج وعلى العمرة وعلى الزيارة وأدوا فرائضهم بكل يسر وسهولة وبعقيدة نقية صعف يا أخواني تخيلوا اللي يشوف بعض الدولة ولي يفتح مجال عندنا الخزعبلات هذه والأضرحة والقبور وعبادة البشر من دون رب البشر ويموجودة يا أخواني يقول لهم مثل مين زينا ولكن هذه نشوفها عندهم تخيلوا لو نفتح المجال لهم في مدينة أو في مكة كيف تكون عبادتنا يا أخواني فالحقيقة أحسنت كل ما قلت والله العظيم أني أعرف أن في صدوركم الكلام أطيم من يقوله وأفضل من يقوله لأن هذا شيء يجري في دماءكم أسأل الله أنه لا يغير لا علينا ولا عليكم وأنه يحز وطننا وجميع عوطان المسلمين وأنه يحفظ ولاة الأمر وأسأل الله العظيم في هذا الساعة أسأل الله العظيم قلوا آمين أن الله يلبس الملك سلمان الصحة والعافية وأن يملأ جسده صحته وعافية وأسأل الله أني أيده وأسأل الله أني أحفظ رحمة بن سلمان الله يحفظ رحمة بن سلمان والله نعيون فيه ونعيون الناس كلها فيه سواء أعداء ولا أصدقاء والأعداء والله أنهم ما يبونه ما يبونه ما يبون الرجال اللي بيكون يرون أنه سببا في عز هذه الدولة لكن أسأل الله أني أحفظه وليأيده أمين وأسأل الله أن يدله يدله للصواب ويدله للحق ويعينه على العلوم اللي ترضي الله ثم تنفع مجتمعنا وأمتنا وهو أهل لها أبو سلمان جعله يسلم وأنت وأسأل الله أن يحفظ وطننا وكله يا أخواني أنتوا أيضا تركم شركاء في النجاح يعني ولي الأمر بدون شعب بدون مجتمع وشي يسوي أنتوا أيضا تركم شركاء في النجاح وشركاء في العطاء وشركاء في النهضة وشركاء في هذا الإنجازات كلها ولكم أجر بذن الله شكرا لكم أيها الأوفية شكرا لكم على مشاعركم النبيلة وأعرف أن الحلقة مفرض أن نخلي حلقتين ثلاثة لكن أبشروا كل فترة نرجع ونتكلم عن هذا الموضوع المهم ليستفيدون الأجهال ويستفيدون الأبناء والبنات ولكي نوثق ما في سطورنا وما في قلوبنا من مشاعر صادق أهل ولاة الأمر الله ينفعنا وإياكم ما قلنا ودرينا ننتقل إلى محورنا الثاني